الشيخ أحمد النواف يعاد تكليفه رئيسا للحكومة الخامسة خلالها قل من عام يحدث هذا بعد مخاض سياسي عسير فخللته سلسلة أزمات وإبطان البرلمان وحله أكثر من مرة التحديات ضخمة جدا إيجاد بدائل للنفط تسريع عملية تنمية وجود علاج لقضايا متراكمة جدا ما تحتاج وزير عادي تحتاج أفضل ما يمكن إيجاد من وزراء سواء أتوا من القطاع الخاص أو القطاع الحكومي أو أي مكان بس هذا لا يكفي لازم تكون عندهم رؤية مو إلا الاتزام برؤية 2035 حقيقة هي بالأعم خطة إنشائية ولا تتضمن حتى إيجاد مداخيل بديلة للنفط تحدي أساسي يجب أن تتخطاه الحكومة المقبلة كان سببا رئيسيا في استقالة الحكومات السابقة وهو إقامة تعاون فاعل مع البرلمان الذي يبدو أكثر تنسيقا وتنظيما وعزما على الإنجاز والذي يشهد تغييرات غير مسبوقة تتمثل فيما يشبه إجماع النواب على خريطة طريق تشريعية واضحة برلمان تهيمن عليه المعارضة قد حسم أولوياته والتي من أبرزها الإصلاح السياسي والقانوني وتحسين معيشة المواطن في سياق سياسي عام يدفع نحو الإنجاز بعيدا عن التأزيم لتصبح الكرة في ملعب الحكومة لاقتناص هذه الفرصة التي توصف بالتاريخية يعني أنا ما تهمني الكثير للأسماء كثير ما تهمني الرؤية الجديدة لأن برنامج عمل اللي قدمه بالسابق برنامج ضعيف جدا لا يتناسب مع المرحلة ولا يعني يتناسب مع خطاب سمو الأمير الذي ألقاه سمو لي العهد بالتالي أنا أعتقد الموضوع ليس سهل الموضوع صعب جدا وحساس جدا وإذا لم نتعامل معه بجدية واضحة لنخرج البلد من عنق الزجاجة اللي هي قاعدة تعيش فيه من هذه الأزمة التي أرهقت وأنهكت البلد وأنهكت حتى الناس وجعلت الناس تشعر بإحباطات كثيرة قد تنفجر في يوم الأيام هذه الإحباطات إعادة تكليف النواف الذي يحظى بقبول فئة واسعة من المعارضة التي تهي من على البرلمان الجديد تبعث روح الأمل في قيام علاقة إيجابية لكن مراقبين يقولون إن العلاقة الطيبة بين رئيس الحكومة والمعارضة لا تكفي وحدها للدفع نحو الاستقرار السياسي وتحقيق التنمية ليكون شكل الحكومة القادمة ونهجها وقدرتها على المبادرة والإنجاز عوامل رئيسية في تحقيق أمال الكويتين سعد العنزيس كانوز عربية الكويت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر